تحت عنوان يدا بيد لتكون مدينتنا اجمل وبهدف نشر ثقافة النظافة والعمل تطوعي اطلق مجلس مدينة حمص حملة نظافة واسعة تشمل عددا من الاحياء والشوارع الرئيسية تشارك في الحملة منظمات شعبية واهلية وبرنامج الامم المتحدة الانمائية نحن اليوم اطلقنا حملة نظافة باحياء المدينة تحت عنوان يد بيد لتكون مدينتنا اجمل بشارع الكرامي بحي الانشاءات وشارع شكر اهلال بحي وادي الدهب الحملة بشارك فيها المنظمات الشعبية والاهلية وبالاضافة لبرنامج الانمائي للامم المتحدة الون دي بي مجلس المدينة قمنا بفعاليات الهدف مننا مشاركة المجتمع الاهلي والمنظمات بموضوع النظافة انه ما نحافظ عبلدنا احلى واجمل ولنشعر الناس انه هي بالاخر النظاف هي مسؤولية الجميع طبعا هي نظافة ثقافي هي تعميق ثقافة المواطن بحيث انه يحط القماية في وقت المناسب في التوقيت المناسب يرمي القماية في مكان المناسب هدف المشاركة اليوم انه نشارك بنظافة بلدنا ومراجعة مكان ونشارك بحملة ايد بايد لتكون مدينتنا اجمل نحن هون شبيبت الثورة بحملة تطوعية استمرار ترجع بلدنا احلى واحلى تستمر حملة النظافة حتى الانتهاء من تنظيف جميع الشوارع الرئيسية وتفرعاتها ضمن احياء المدينة بالتعاون مع المجتمع المحلي وذلك بهدف الوصول الى بيئة نظيفة وسليمة الخبارية السورية أسامة ديوب حمص